الرئيس الروسي لا يريد عودة الحرب الباردة أما منطق تطور العلاقات الدولية فلا يعتبره فلاديمير بوتين منطق مواجهة عالمية شاملة مهما بدى المشهد دراماتيكيا من النظرة الأولى منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أرد بوتين أن يوظف من بره لمناشدة الغرب العمل معا لمواجهة التحديات المشتركة بدلا من الانحدار إلى المجابهة حلف شمال الأطلسي يحتاج إلى عدو خارجي لكي يبرر وجوده فإذا استمر الناتو في إيجاد عدو له في روسيا وفي بناء قدراته العسكرية على الحدود الروسية فعلى العالم أن يتوقع حربا باردة جديدة لكننا لا نرى ضرورة لذلك موسكو تريد علاقات متكافئة ومبنية على احترام مصالح الغير وعدم التدخل في شؤون الدول مبدأ أكده الرئيس بوتين في معرض انتقاداته لأولئك الذين صفقوا للربيع العربي الذي وصفه صاحب الكريملين بالفوضى الشاملة انتشار هذه الفوضى في الفضاء الحيوي للمصالح الروسية هو الذي حدد موقف موسكو في كل من أوكرانيا وسوريا نأمل من شركائنا الأمريكيين في المقام الأول أن يعملوا بنحو مناسب مع حلفائهم الذين يدعمون المعارضة السورية بغية تشجيع هذه المعارضة على العمل بشكل بناء مع السلطات السورية في شقه السوري موقف يحظى بتعييد بعض الغربيين أيضا أنا أتفق تماما مع الموقف الحكيم للرئيس بوتين من المسألة السورية وأضيف إن من المهم بمكان أن تكون روسيا شريكا فعالا في ملفات حوض البحر الأبيض المتوسط وهنا أود أن أشيد بالدور الكبير الذي يلعبه الوزير لاغرو روسيا تدعو إلى خطوات متأنية في سوريا تبدأ بإقرار دستور جديد وإجراء انتخابات شاملة على أساسه وبعد ذلك تشكيل السلطة الخلافات الروسية الغربية حول أوكرانيا وسوريا وقضايا أخرى لا يراها بلاديمير بوتين سببا لمواجهة عالمية شاملة لكن الرئيس الروسي أعتقد أن تعمق هذه الخلافات يمكن أن يؤدي إلى حرب باردة جديدة سلام العبيدي من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الميادين